اشتركوا في القناة فظل يسعدني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الخاص والذي استجب إليه ضيفنا الأستاذ بغتاوي سعيد الخبير الزراعي ورئيس الجمعية الوطنية لتطوير زراعة الزيتون ضيفنا بغتاوي سعيد قدم قادم إلى بريطانيا في ظل فعالية المعرض العالمي للغذاء الذي تحتضنه العاصمة لندن هذه الأيام أي فيه ولأول مرة نلاحظ مشاركة شركات جزائرية في هذه التظاهرة لكن تبقى محتشمة أو نقول منعدمة تقريبا مقارنة بجيراننا المغربة أو التونسيين أولا وبعد الترحيب بك سيدي التقينا بك في جناح خاص بشركة التي تمثلونها وهي المنتجة لزيت الزيتون تقولون إنها من نوعية خاصة هي مميزة أو ما هي في نظركم ميزة هذا الزيت الذي تعريضناه في معرض إكسل اللندني نعم أولا نشكر الجريدة القناة المغاربية نتبعها في النشاطات التاحة وهي عندها نقط بناء ونتمنى لكي تستمر في المنهج عن نقطة البناء من أجل تطوير وتغيير الذهنيات وتطوير النمو والتنمية في الجزائر هذا المعرض هذا بنسبة لنا يمثل مثل صورة أو مرآة لنا باش نشوفوا نفسنا في وين رانا واصلين بالنسبة للآخرين هذا المعرض أنا كنت طلعت في جريدة الجمهورية في وران كانت تنشر مقالات من جريدة ليكودورون و2006 كنت كنت نطلع على هذا العمود شاهدة شاهدون منهم نعم وقرأت باللي كان فيه في هذا الوقت ليكودورون كانت تعرضت على المنتجين الزراعيين باش يديوا المنتجتهم إلى معرض لندن ومعرض لندن باعتباره معرض عالمي وتبعت الأحداث عن طريق هذه المقالات وإذا به جات البخيرة على حسب الإمكانيات هذا الوقت وراح المنتج الجزائري لندن وكان حصل على امتيازات كثيرة نظرا لنوعية المنتج وكان معرض هذا الوقت وخصوصا زيت زيتون خصوصا زيت زيتون لأن ما يخفاش عليكم الجزائر كانت عندها تقاليد زراعية قديمة تقاليد زراعية قديمة والتجارة الدولية والتصدير من الجزائر نحو الدول الأخرى كان موجود بالدليل مشكلة التي وقعها فيما يخص القمح مع فرنسا التي أدى إلى قضية المروحة هذا دليل بالجزائر كانت عندها قوة زراعية منذ القديم حتى منذ العصر النوميدي وفي كل العصور كانت الجزائر بحكم موقعها وبحكم تضاريس ساحا كان عندها حضور فيما يخص الزراع عالميا على حسب الإمكانيات المتوفرة في ذلك الوقت ولكن للأسف نظرا لظروف معينة وأنا سميتها بالمؤامرة التي في السبعينات جات دبرة الجزائر هو أن المنتج الجزائري كان ينافس المنتج للدول الأخرى والجزائر كانت حاضرة بقوة في الزراعة والمنتجات المتوسطية كنا نحن رقم واحد في البرتقال في الزيتون في العناب مشتقاتي في الطمور في عدة خضار وفواكه كنا نحن رقم واحد فيما يخص هذه المواد المتوسطية يعني فيما يخص الجودة الجودة وحتى الكمية لأن كانت كاليفورنيا انطلقت في الزراعة لأنها كانت الأمريكيين تحصل سيليكون فالي في كاليفورنيا سيليكون فالي بذلهم جهود كبير في تحويل مياه من الكولورادو حتى لسيليكون فالي وقاموا هذه الزراعة المتوسطية لأن الملاخ يتشابه لأن نقطة الالتقاء تعلق سانجلس فيما يخص الموقع توازير نقطة الالتقاء مع عسكر تعلق تغنيف ربما يقول المشاهد الكريم يقول أن هناك أسباب دفعت بسلطات الجزائرية في السبعينات لتغيير الوجهة ذهبت الجزائر إلى ما سمته بعد الثورة الزراعية الثورة الصناعية وربما انتجت الجزائر أكثر نحو الصناعة وأهملت جانبا من الزراعة هذا يعني اكتشاف جديد للجزائر قضية الصناعة واهتمامها بالصناعة لماذا تقول أنها مؤامرة لا هي مؤامرة لأنها كانت ظهرت ما يسمى بالغذاء المتوسطي أو المواد المضادة لأكسادها والجزائر كانت مستهدفة لأنها عارفين القوة تحاق وقدروا باش يكسروا لنا المنظومة الزراعية تعنا وكسروها وبالدليل أن الأمر المؤامرة استمرت عدة سنوات لأننا كنا قادرين أن نسترجع القوة تعنا الزراعية في الثمانينات ولكن وقع موقع الأراضي جزئت ووقعت مشكلة العقر الزراعي ومشكلة عدة مشاكل وهو الجيرال في اللاح والمختصون مثلا إسبانيا أدت العمال تلك الحوامض اللي كانوا موجودين في المحمدية وشرف والمتجاة باش نمات زراعة الحوامض في السبعينات في فالنس لأنهم كانت عندهم صلب هما بغلقوا معمل صلب من تلك فالنس وحولوا المياه للسهل الممتد بالميني دورم إلى فالنسيا على 150 ألف هكتار تماوا داروز الحوامض وقوي صدروا 30 مليار دولار وودوا السوق الجزائرية وودوا حتى العمال الجزائرية المختصة أنها نقلوها هذه التجربة الإسبانية هل أنت تقول الآن على الجزائر أن تغلق مصنع الحجار وتتجه نحو الزراع؟ هذا أحسن ما يكون لأن اليوم في الأسواق الأسواق اليوم كان السلع التي تباع في اتجاه واحد وكان السلع التي تباع في اتجاهين مثلا إذا كان حبيت نشري هنا سيارة أو لا نشري حديد هذه قضيت الاحتكار الآن الحديد أو لا نقدر نشريهم كل دول في العالم ولكن إذا كان احتاجت نشري نشتري زيت زيتون نوعي لا بدنا نمشي لأماكن خاصة هذه المواد النادرة هي المواد المتوسطية اليوم في الزراعة المواد المضادة الأكسادة هنا المعرض هذا الشيء اللي لاحظته أنا اليوم سيطرة المواد المضادة الأكسادة على المعرض كل الناس تحوس على المواد المضادة الأكسادة وهذا المواد تع المناخ المتوسطي أو ما يسمى بنقطة الالتقاء تعليقات سيزون هذا تعليقات الأربعة فصول زيت زيتون وعدة أشياء أخرى كما البرتقال كما عدة مواد هذه هي اللي سبحت سيطرة علىها حتى فيما يخص نوعية الحبوب الحبوب التي تنتج في هذا المناخ هي أحسن نوعية من الحبوب التي تنتج في المناطق الباردة ومناطق أخرى وشي خليك الآن تقول بي أن الجزائر ستنجح في المجال الصناعي نحن نعرف أن الجزائر تفقد للتكنولوجيا الجديدة المتعامل بها عالميا نعرف الآن الآلات وهذه المواد المستعملة لتصنيع نقدرون أن نسموها الآن تصنيع الزراعة الزراعة لماذا تقول أن الجزائر ستنجح في نظر الجزائر ستنجح لأن الجزائر في جغرافيا لأن نقطة الالتقاء تعليقات سانجليس موجودة في البحر والضع في البحر على الجهات كل الجهات وفي الجهات أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية تحط بها جبل نيفادا يسمى عالية نيفادا تحط بها وبالتالي المساعات الملخفضة هي 3 ملايين هكتار المكسيك هو بلد عالي عنده 900 ألف هكتار هنا في الجزائر نقطة الالتقاء موجودة في الجزائر والدول المجاورة التي تستفد من المناخ كما المغريب إسبانيا فرنسا إيطاليا تونس هي دول تضاريسها مرتفعة تضاريسها مرتفعة أن لو كان جاءوا نصنفوا 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 المساحات الموجودة خارج الجزائر أول المساحة هي سيليكون فالي 3 ملايين هكتار تليها إسبانيا ألف مليون وستمائة ألف هكتار ثم تليها المكسيك تسعمائة ألف هكتار أما تبقى كما البردوغال خمسمائة ألف 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 هكتار المغرب تقربين في ربعمائة ألف هكتار فرنسا لا بروفنس 288 ألف هكتار إيطاليا 350 ألف هكتار يعني في العالم تكون 40 مليون هكتار العالم كله 40 مليون هكتار العالم كله يحوز 8 مليون هكتار والجزائر وحدها عدنا في الشمال الجزائري اللي هو عاقل من 800 متر اللي ما فيش الجاليت في الشمال الجزائري عدنا 16 مليون 500 ألف هكتار هذه قام بها الخابير زروقي زروقي بوبكر هو اللي اعطاني المسح للأراضي وكتار في الجزائر في أسطاق مليون وعدنا الحوض بسكرالواد والولايات المجاورة هذا الحوض منخفض منخفض هو قريب من نقطة الالتقاء هو أغرو باستورال شوية سخون ولكن نوعي نوعي جدا هذا كان احنا مشينا غير على 400 متر ما مشينا شكتر من 400 متر كان السنتر كارتوغرافي تا الجيش هما اللي اعطاوني المعلومات تا 900 متر وانا الصورة ما انتبهت لهاش حتى قلوا الامريكيين باللي عندكم منخفض واحتخر من جهة بشار الصورة لما عاود قيمنا سبنا حتى الكرزاز يلحق واحد أكثر من 700 متر وهي كلها إذا كان ما توفرت لوجيستيك مليح من المياه والتقنيات كلها صالحة إذن من حيث المساحة الواسعة احنا اللي نحوز أكبر مساحة هي أربعة أخماس المساحة الموجودة في العالم ومن حيث النوعية أول احنا موجودين في مركز الالتقاء الزون ثم أننا احنا اللي نحوز أكثر انخفاض مثلا إذا كان شفنا ولاية تيليمسان ولا ولا ولاية موشنت ولا ولا ولاية وهران سيدي بالعباس مع عسكر مستغالم غيريزان مشلف مع هذا سيمختاوي لازم للجزائر تحوز على التكنولوجيا الزناعة ولازم تكون عندها أموال للاستثمار في خطاع الزناعة نعطيك على سبيل المثال على سبيل المثال عندنا اليوم المياه كانت في السابق كان عندنا مشكلة على المياه إذن مشكلة المياه كانت الجزائر تعاني من عدم انتظام الأمطار وقلة الأمطار اليوم اصبحت تقنيات البحر تحليت مياه البحر معالجة مياه البحر أصبحت في متناول زرعة تقنيات متعاولة مثلا المغرب هم جاركات سعودية يقوموا بتركيب مركبات كبيرة ضخمة لتحليت المياه البحر لسقي المنطقة من محمدية حتى الأقادير عندهم هذا الشريط يحب أن ينمي عن طريق مياه البحر إذن هذا المياه اليوم في السوق العالمي هل تقول لا يوجد مشكلة المياه الآن أين تكمل المشكلة الآن المشكلة تكمل أولا في البيداغوجيا في التكوين لأننا لازم تعلموا الجزائريين لازم يقتنعوا باللي عندهم أكبر من الكبير للصغير في المدرسة لازم تربية بيداغوجية لازم توجه إعلامي باللي الجزائر هي أكبر قوة زراعية في العالم لأن الجزائر هي عشر مرات لسيليكون والي وخمس مرات تكساس لكن كيف أنت أربعين سنة وتترضع فيه بيترول كيف تحول العقلية لا هو أنا قتله لأن الاتجاه البيترول الجزائري هو ذاكي ويعرف ورهم الطلع لما تقول مثلا كتار تعبورتقال في محمدية عن حسن برتقال في العالم في المنطقة هذهك تقول كتار تعبورتقال يجيب خمس سيارات عشرين ألف أورو لماذا تقول لماذا تريد أن تعمل سيارات الجزائري سيعرف بللي كتار ستشري له السيارات بلا ما يعمل بصدع رونو لأن ما يعمل رونو واش راهم يديره يلسير البولون واش راهم يزيدوا في رونو واش ممكن يزيدوا فيها وثم أنها واش من تكلفة اللي عندها بالتالي لما نقنع الجزائريين بللي هذي زيتون هي أحسن زيتون في العالم وتعطى بردواء وما كانش منافسة في الأسواق لما يعرف بللي الطمور الجزائري هي كلها فريكتوز الطمور تعبيس كرالواد ونتع الصورة هي فريكتوز وكل الطمور في العالم هي كرامل لما يعرف المواطن الجزائري بأن عنده أحسن تفاح في العالم أحسن ليمون في العالم أحسن عينب في العالم هنا ويعرف بللي نقول المواطن الجزائري باللي راك في سنوات قليلة راك رايح تصبح من أكبر الاقتصاديات في العالم أو لا أكبر اقتصاد في العالم الجزائري غد يقتنع هل هذا الطريق أنت تقول أن الجزائري لازم يقتنع بأن الزراعة هي التي ستخرجه إلى بر الأمان هل بهذا تقول الجزائري أنت لازم تهمل الصناعة لا ومعنى هنا المشكلة المواطن الجزائري التي تعجبها الذراعة عندك الصناعة عندك تتعلم تحلية مياه البحر وتخلية تحلية مياه البحر التكنولوجية تحويل المياه تكنولوجية صناعة تحويل المياه هذه صناعة مصنعة تكنولوجية الرأي العصري تنتقى الطرق في الرأي التي لا تسهلك مياه كثيرة وتمت نتائج قوية التكنوبيولوجيا في الزراعة في النوعية على الزراعة في الزراعة في تنمية مثلا نحن نقدر للحقوق في الحبوب كما المكسيك نفس الظروف نجمع للحقوق 40 تون في الهكتار 400 كونتار في الهكتار كيف يبقى الجزائر يرضى باش يبقى في عشق ناطر لما نتفع معك في هذه الأشياء لأنه ربما تدهور أسعار النفط الآن لاحظنا أصبحت حقائق أن الغرب ما بقاش بعيد أصبحنا بين قاب قوسين أو أدنى من أن الغرب يقول هذا البترولت عكم خلوه لعندكم ما نحتاجوش الآن نحن تمشي في الطرقات هنا في لندن نشوف سيارات بالكهرباء الطائرات الآن ستجوب رحلتين حول العالم بالطاقة الشمسية الآن ما بقاش كثير يقولون أنه كل البترولت عكم ما نحتاجوش الآن لماذا الجزائر خاصة في الخطابات الأخيرة عبر الرسائل اللي يبعثها رئيس الجمهورية لا يزال متشبث بقضية النفط والريع والآن ما ذهبوا أبعد من هذا إلى قضية الغاز الصخري رغم أن الأخصائيين وربما الباحثين يقولون أن الغاز الصخري مدمر للثروة المائية اللي تكلم عنه هندل لا هو حقيقة رئيس الجمهورية لما جاء تكلم عن الزراعة ما تكلمش على بيترول ما تكلمش كان كلم الموديل العام لسوناتراك في اجتماع في ملتقى وقال له قول شحال عندكم تحتيات وكذا يعني في 99 لا هو ما زال هو المشكل اللي متروح هو ما يساوي البترول في الاقتصاد الجزائري عيب علينا أنا نقول نقول لازمنا ما نحسبوه في الاقتصاد الجزائري لأن الاقتصاد الجزائري بالإمكانيات تعلق الجزائري المفروض ما يشكلش 2% من دخل الخام الجزائري نقال نقول له 5% يبقى 95% خارج إلا كان قارنا قارنا إسبانيا تستورد ولا تصدر المحروقات استورد استورد المحروقات كان دخل الخام تحتها كان يساوي 65% دخل الخام الجزائري اللي تصدر المحروقات رغم أن إسبانيا تعتمد على مليون وستمائة هكتار من مساعات الزراعية هو ما نرى نعطيك على سبيل المثال إسبانيا ادت الغز على الجزائر ادتها على المغرب تحت البحر جبل طريقة وهو ده تحتال ألميريا ميرشيا ودرت به تحلية مياه البحر والأرض اللي تما غل حجر غل حجر تساوه ودروا البلاستيك صراعة البلاستيك تقنيات أخرى 65 ألف هيكتار هي اللي تغذي أوروبا بلما خوضر الفواكه ودروا زيت زيت النوعي لأن ألميريا هي قريبة من الجزائر تستفيد من المناخ الجزائري بالدرجة الأولى ولكن عندهم مساحات صغيرة ومعندوش مساحات كبيرة هذيك زيت الزيت تاع ألميريا يبيعها قريبا 100 أورو الليترا إذن هنا ولت ألميريا وميرسيا لأن تحلية مياه البحر بدأت في 90 ألميريا وميرسيا صبحت تنتج 30% من الدخل الخام الإسباني الدخل الخام الإسباني هو 6000 مليار أورو الثلاث ينتج في ألميريا وميرسيا بفضل الزراعة التي تعتمد على تحلية مياه البحر إذن هنا يعني ثلث مرات بدخول الجزائر هنا نشوف الدخل الخام عندنا 200 و16 مليار يعني 600 مليار هي ثلث مرات هنا 6000 مليار الدخل الخام الإسباني للحركة الاقتصادية الدخل الخام يسمي المليار دور لا تكلم على تصدير على الإنتاج الدخل الخام الحركة الاقتصادية دخل التي تنتجها لأن الزراعة تشغل عملة كثيرة تشغل لوجيستي كبير كل شي فيه فائدة للاقتصاد يعني هذا مجهة الزراعة فقط مجهة الزراعة إذن إحنا إذا كان نقارن الجزائر لإمكانية الزراعية تحاد فوت إسبانيا أكثر من خمسين مرة إذا كان هتمينا بالزراعة إحنا لنصبح أكبر اقتصاد في العالم لأن لأن الشي اللي نغافلين هو أن نعتبر باللي مثلا أمريكا تعتمد على الصناعة في الزراعة في الاقتصاد تح أمريكا تعتمد على الزراعة وليس على الصناعة يعني نبقى دائما في قضية المؤامرة أنت سميتها بمؤامرة كانت وقعت استينات أنهم جابوا برنامج لتصنيع وداروا المعامل لتستهلك المياه وين كان سدود وحولوا مياه سدود للصناعة وحولوا حتليد العميلة نحو الصناعة ونحو المدن وخلوا همشوا الزراعة ولو يسقيوا الأشجار بالمياه الجوفية والمياه الجوفية فيها ملوحة والملوحة هذيك ملحت بعد سنوات اللي فيها الملوحة المياه تتبخر بالصحة الأملاح تبقى من بعد سنوات الأرض صبحت جزمة لكننا نسمع الآن خطاب وزير الموارد المائية مثلا الأخير يقول أن الجزائر ما عنداش مشكل مياه الآن لماذا هذه العصبة لا تهتم الآن بالزراعة الآن تقول أن العل هو في الزراعة لماذا لا يهتمون الآن بالزراعة لا هو فيه النوع من الاهتمام في الزراعة لأن الأمور تغيرت الأمور تغيرت والمنتوج جزائري حتى يغزو الأسواق الأجنبية إنما المشكل هو في الشيلر أن نستعمله أولا طريقة لإنتاج نظام الزراعي في الجزائر هو نظام ما زال يعتمد على نظام بيدائي أننا ندعمه في اللحين صغار باش نجو ونخل بطرق بسيطة لأن الوحدة الزراعية الموجودة في الجزائر هي ضعيفة لأنها 10 كترات 15-20 كتر بعدها نذهب إلى الوحدة ضعيفة ثم أن الوسائل التي استعملها الفلاح ضعيفة والتي لديهم المياه السودود مثلا في عين الدفلة أو في اليوم في المستغالم أو لا هذا نجحو شيء وهذا هو المنتوج الذي نستعمله أما الآخرين يبقوا على البور يبقوا ضعاف لأن زراعة البور لا تمتش نتيجة نحن نقول ما دم أصبحت الأسواق في صالحنا لأن المنتوج نتعنا نوعي وصبح طالب على المواد المضاد الأكساد صبح طالب كبير طالب طالب كبير هنا لازمنا نخرج من الزراعة هذه وندخله في زراعة واسعة لأن نكون نكون شركة في الاستثبار الزراعي أو اللوجيستيك الزراعي كما في الدول الآخرين قال هم مع الوسائل الوساطة والأعيان والفلاحين وقال يبدي هذه المنطقة نتع 500 ألف أكتر جي زيتون نكون لها الشركة كما في الولايات المتحدة الأمريكية أو في سبانيا أو لا شركة لتدير الري لأن حتى السقي اليوم والخدمة هذه الفلاح يدفع ثامن تح وكما نقول نحن يدفع ثامن تح الكهرباء وكان شركات اللي تقوم لأن مثلا زيت شجرة الزيتون شجرة الزيتون في الولايات المتحدة الأمريكية داري لها تستير يعطيوها المح تحتاج وكيعطيوها المح سم يشبعوها لخطرية باش تنتج تبقى دائما استرسي هذه التقنية في الزراعة معروفة ثم أن يكون شركات اللي غرصوا الزيتون الفلاحين بالطرق العصرية ونجاوزوا طرق البدائية ثم فيما يخص العلاج يكون بالطائرات في ظرف باش نسبقوا نسبقوا الأحداث قبل ما يمرض نعالجو باش ما تسيبوش هذوك الآفات هذوك المضيراء ثم الزبر وكل شي يكون بطرق عصرية والجني يكون بطرق عصرية باش يتغلبوا على المشكل العامية لكن نبقى دائما في ظل المؤامرة هنا أنت تقول ربما سينضثر مستقبلا الآن مش يخليك تقول بني أن الجزائر يكون عندها سوق في المجال الزراعي دائما المؤامرة هنا وأمريكا موجودة إسبانيا موجودة وربما موجودة ممكنهم العائق الأول لكبح الجزائر في التطور الزراعي لا ما يظهر ليش لأن أمريكا هو الأمريكيين يحتاجوا المواد هذو هم يحتاجوا الاقتصاد تبدل التجاري هو المشكلة المؤامرة المؤامرة كانت من الداخل تع الجزائر من الداخل تع الجزائر وكانت فيها يد أجنبية لأن مهما يكون كانت الجزائر راحت نحو النهج الاشتراكي وكان فيه سراع نحو حتى في الداخل نحو نحو ناس محافظين وناس تقدميين وكان فيه من الخارج عود كانت فيه السراع الإيديولوجي هذك اللي كانت فيه بصح اليوم مبقاش هادش اليوم العالم أصبح في اتجاه واحد واصبح الاقتصاد حر أنت تقول أن الجزائر عند نية تطوير التجارة والزراعة تكون فيه نية صادقة نعم فيه نية لكن نحن مشينا الأمس مثلا للمعرض الدولي هنا في لندن شفنا أجنحة فارغة ولما استفسرنا قالونا أن لم يتحصل هؤلاء على التأشير يعني لم يدوش فيزا لا ميد وإحنا سمعنا في وزير التجارة أحدث مديرية جديدة واسمها مديرية الترقية الترقية التجارة الخارجية يعني هل تسمي هذه ترقية قضية التأشير ومخذوهاش وبعض الناس كانوا ثم موجودين يعني العارضين جابوا منتوج جدا وقال لك أن المنتوج تحو ما وصلش يعني أين هذه المديرية الترقية للتجارة لا ما كانش مديرية المشكلة وين عدنا الموجود في الجزائر هو مشكلة في الإنتاج أولا الإنتاج ما قلنا ما زال محتشم كان بعض المحاولات فقط يعني محتشم تتكلم على الإنتاج في الجزائر النوعية والكمية لأننا نرى نعد نطلقنا في الزراعة وما زال الطرق السليمة في الإنتاج ما زال ملحقنا مثلا أنا باش نحصل على أحسن نوعية في العالم هي يعطي هاني الظروف المناخية لازم الزيتون ينضج في الشجرة ولما ينضج الشجرة لازم يجنى بطريقة سليمة ويحفظ في سناديق وليس في أكياس ويمشي المعسارة في طرق نظيفة إلى آخره هذا اللوجيستيك ماشي موجود لأننا ما هي أنالوش خلينا الطرق البدائية وبالطرق البدائية يأتي منتوج رديع وهذا المنتوج ما نجموش نجيبه هنا للسوق ممكن المنتوج الرديع اللي يتكلم عليه هو نفس الشي اللي قلت أن الجزائر يتقول له الآن هذا هكتار يجيب لك ألفين سيارة من نوع الجيد والآن في إسبانيا يتباع 100 أورو للليتر لكن الجزائري يبيعوا ربما 3 أورو 4 أورو للليتر يعني هذا لا يحفظ بها هذا نتيجة ماذا نتيجة ما كانت تنظيم زراعة لأن اليوم في الزراعة العصرية كاين شركات كبيرة تسيطر الإنتاج مؤسسات اقتصادية كبيرة سواء خاصة أو عامة ما كانت الفرق بين الخاص والعام أنا اقترحت على سوناتراك باش تحول الزراعة سلتلام وعندهم باش إمكانيات باش يصبحوا مثلا في تخصص تحن في الزراعة في أقرب وقت لأنهم عندهم المادة الأولية هذا لا يمدع سوناتراك وإي شركة نفطية تتحول الاستثمار في الزراعة ما كانش فرق مثلا في المياه ما كانش فرق البترول هو مذخات والماء هو مذخات ما كانش فرق في التكنولوجيا عندما كان جاءت شركة مثلا شركة إيني ولا شركة تويوتا ولا شركة دايو جاءت في الجزائر ما تصنعش سيارات تهتم بالفلاح إذا كان نجيب اليابانيين للجزائر ونجيب الجزائر اليابان أنا قلت هلهم هذي في 15 سنة اليابانيين لم يجدوا يصنعوا فيس واحد سيكونوا يهتموا إلا بالزراعة والسياح إذن نحن نقول بالقوة البشرية والكفاءة الموجودة في سوناتراك إلا تحولوا الزراعة وأطروا الزراعة مع الفلاحين وما شي غيرهما كان شركة أخرين ونقدروا نخلقوا شركة استثمار وعدنا الخواص كما هذك جماعة نتكلم عن الأسماء تسمحوا لي لكن ما هوش إشهار جماعة ها هو جماعة الخواص اللي برزوا وما نقولش الأسماء لأننا نذكر وحدين الأخرين يزعفوا متعاملين اقتصاديين جزائريين وطنيين اللي قادرين يمشوا أبعد وعدنا المؤسسات أنا كنت درت دراسة على الخوصصة في 96 96 كنت درت دراسة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخوصصتها وقلت شركة الوطنية هذه لازم باش الخوصصتها تكون عن طريق البنوك تسترجعها البنوك تبيع زيوموبليزاسيون لحوايج اللي ما يصلحوش وتحتفظ بالتاقم التقني لأن التاقم تقني تدر به البلاتو ديولوبمونت على البنك باش يقولوا البنك دافير هل فيه تجاؤب مع المقترحة هذا الوقت لا نعكست من بعد نقول لك على شو نعكست أنا لما قطرحت هالاقتراح وقلت الشركات اللي هي الموضوع انتحها ماشي نجح لأننا فرضنا أشياء في الجزائر درنا شركات اللي مش ممكن تنجح طبيعيا مش ممكن تنجح قلت هاد الشركات تتحول إلى شركات زراعية أو خدمات زراعية هذا موجود الدراسة وكانت منشرة في مجلة موطق أنا موطق يعني أنا أنا موطق وقلت باللي هالطريقة اللي لازم عليها هاد هاد طرح هذا كانوا قبلوه جمعان تعليفون بارتيسيباسيون اللي بوك لأنهم عليش درت هاد دراسة كان عرض كانوا عيتوا لجمعان تعسنا دق المساهمة كان مقر تحام في وزارة الفلاحة الحالية لليوم وزارة الفلاحة الأصلية قلت قالوا لي راعدنا الطرح أننا لازمنا لابتر راعد ثمانية دولار ومراش غدت النفقات ورانا في ازمة لازمنا تحويل اقتصادي قلت لهم وزارة الفلاحة ترجع لهم قالوا لي جماعة سيشاروخ و سيبني اخو و جماعة قالوا لي ونحن نخرجوا من نقل قالوا لا تبقوا بسعة تحولوا إلى مزارعين كان سيبني اخو راحمه كان قابض في مين يدروكار بير قال لي أنا نخدم البترول لذلك ندير قلت له هذا البرميل عمرنا بزيت زيتون عمرنا عصير البرتقال عمرنا ويجيب لك خير من البترول قلت له غي تبقى في نفس البرميل غي ما تخافش تبقى برميل بسح يكونوا برميل كثيرة برميل العسل برميل طماطين برميل قلت لهم حتى في الحساب ما تغلطوش قلت لهم نديروا نبيعوا بالبرميل و نديروا المتوسط على السعر وتبقى ميزانية وزارة المالية تمشي دايما بالبرميل لغي ما تخافوش هذا هو اللي قلت لهم هذا هو الطرح اللي كان إلى أنه الأمور تغيرت كان فيه تجاه وحد أخر أنهم يتخلصوا من المؤسسات العمومية ويكونوا مؤسسات خاصة وما مقدروش المؤسسات الخاصة يحلوا محل المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ان نداثرت وكان فيها تقم تقم تسير متقم تقني قوي اللي راح في القهوية وراح ضاعوا بطريقة كان لدهم كان لدهم المؤسسات الخاصة ولكن يالأسف المؤسسات الخاصة بقت مؤسسة عائلية ما فتحش الاستثمار تحا ما كانش مؤسسة شركة مساهمة قوية كبيرة كان بالتعامل ومشاول للربح السريع نقولها بكل صراحة نقولها لهم وما عليش يزعفوا يزعفوا مثلا وحد شي قولي كنا في معرض هنا في ورن تعلم مواد الزراعية كلها غير البوات أمورتي الآلة مستوردة الباطة هذيك مستوردة وعمرها بالمارغارين واحد درنا المارغارين افك الويل دو بال الشيطان درنا الكوس كوس يوكلنا الكوس كوس يعني الصم في صم الصم في صم كي قلت هلو زعف و و تنير فا وقيت معاه في مشكلة ك قلت لوراني نقول لك غرس 1000 هكتار تا زيتون قلت غرس 1000 هكتار تا زيتون قلت غرس 1000 هكتار قلت تهددني قلت لماذا نهدك نقول لك ترفع دراهم ونهدك نرميلك نرميلك الدراهم قلت أنا رئيس جمعيا ندفع المشروع قلت ماذا بي يقع المتعاملين يتفهم من الفلاحين ولا أرض الغابة ولا ولا را تقادر وكل شيء بش يغرس الزيتون نقدر فيه 10 سنوات نغرس منه الهكتار الآن ربما هم يتكلمون على الغاز الصخري قلت الاستغلال الغاز الصخري يكون في سنة 2020 الآن ناخذ عملية حسابية الآن زراعة الزيتون الزيتون الآن غرس لشجرة اليوم واختش تعطينا الشجرة المنتوج هو أنا الإطارات تعصو نترك أنا بغي نستثمر في المحروقات أو في الجرائد وكل شيء 90 مليار دولار في الغاز الصخري أنا نقول لهم ديروها في المياه وفي الزراعة أنا نضمن لكم اللي تجيبوا عشر مرات كتر من البترول وتخدموا العموال العاملاء عشر مرات كتر من البترول والغاز الصخري أنا نقول أنا كنت قلتها ما شيء مليوم نقولها بكل صراحة هالي أنا كنت عندي معلومات على الطاقة النووية الكهرباء النووية اللي تنقام أقل بكثير وحتى لأنه كنت في أمريكا وطرعت المشكل وقال لي واحد جزائري تعنا بن ميلود هو فلا نظار قال لي الغاز هذا قلعوه من السوق لأن الطاقة الجديدة ها هي هي الطاقة النووية ونقتله السبب علش قال لي لأن هذه الطاقة نقام أقل تكلفة ونظيفة وكذا قلت له والإشعاع قال لي هذا إشعاع للبر بسيط قال لي بسيط ما فيش خطورة قال لي وشوف البواخير اللي راها تمشي هذه خمس سنوات راها تمشي بالبطارية النووية والبطارية تمشي البخيرة ثلاثين سنة البخيرة تروح للاكاس ميل للاكاس ريكيبيراب أنا كي جاو يديرون معملت ميع الغاز أنا أقول لك بكل صراحة درني خاطري كانوا يوقعوا العقد في النزل الجزائر مشيت ديت غرفة قبل ثلث يام وستنيت حتى يجي وقت التوقيع في اليوم هذه العشيات لقيت جمعات على الإطارات تأشيت معهم عشاوني معهم وقالوا لتحضر معنا حضرت معهم ومن بعد دارونا في جاردان نزل الجزائر دارونا الريسبش تم وكانوا نفس الوقت كانوا الصحفيين كان سيفاغولي نائب مدير مزيان تاع سوناتراك كان هو رئيس المشروع كانوا الصحفيين يسألوا فيه في أي سنة هذه عقل كانت 2007 إلى 2000 في هذه الأوقات هذا كانوا سيبدأ تأسكيك قبل تأسكيك قبل تأسكيك كانوا يديروا تأسكيك لأن كانت تأسكيك من بين الأمور المتهم فيهم هذه القضية لا 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 عارف لا 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 نقول لك بكل صراحة سيبدأ 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 وما سيؤالون لن يعمل؟ لن يعمل لن يعمل لن تحديد الإجراء. قلت له أنه يكون معه؟ تغير التحديد والمشارجات للعجيري لن تحديد الإجراء. قلت له، ماذا يفعلون؟ قلت له، لم يحصلوا، لم يحصلوا. لم يحصلوا. من يجب أن يريدون إبداع الهالي أو يتحدثون عنه لتحديد الإجراء. سوف يسمحوا ان يتحدثون عن التحديد. ونحصلوا إلى الهواء. وقد صلبوا الغرفة، بلدي أزيتون، وزيتون هذا فاصل بطمبر قدرتهم في ساشي وسنتوا عند الباب كي جاء خارج قلت له مسيو فاغولي قلت له هم هم لسون دولار كي جاء برضيها في كم متر كيلو أليزي راح من بعد كان جو رأيته لجمعات عصناترا كان عيت لها بشريضة قال الوزير يحتاجك قل يروح يوم الأربعة أنا يالأسف مشيت في القيطار تأخرت شوية جبرت سي شاكيب حام شريضة هو لي كلمك مستشار شاكيب خاليب قال جبرت خارج قال لي سمح لي أنا عندي القرق قال لي شوف مع جمعات وما أنا كانوا جمعات على إطارات النواب المديرين والجهاز وكان حتى معهم حتى سيبوا الطرفات على الصوني القاز وكل شيء تكلمنا قلنا لهم أديها لعملية تحلية مياه البحر هاش حال لأنه كنت قدمت دراسة قلت لهم هاش حال الدراسة هذه كنت قدمتها في 99 السيعلي برايتي وزير المنتدى بالميزانية هذك الوقت كنت قدمت له قلت له الجافاف إلا كانت تروحوا لتحلية مياه البحر هالزراعات اللي ممكن تنجحوا فيها صحي وهذه تحل لكم المشكلة نتكلمنا قل لهم سيبوا الطرفة قل لهم أنا نسأل كيفاش الغاز الجزائري في تحلية مياه البحر للزراعات الإسبانية عنده تنافسية عنده كمبيتيتيفيت كيفاش ما يكونش كمبيتيتيف ونالجيري وتما قرروا باش يروحوا لتحلية مياه البحر تأخروا على المشروع أنهم بردوا هذا المشروع إذا به جاءت استراتيجية الملتقى حول الدول الوطنية حول استراتيجية الصناعية عايتوا لي قدمت المشروع ودخلت في الكوميسيون دافعت على تحلية مياه البحر وقلت لهم ما تديروش الغازة هذا وكل شي إذا به ما تستمروا في صناعات الأخرى وكل شي اليسين كان وزير صناعة السابق كانوا مئيدني وشبعة كانوا مئيدني من بعد قلت لهم بزور ديروا تحلية مياه البحر ونديروا هو السبب علاش هو أنهم لعبوها لهم في السوق يعني كانوا بدأوا لا أنا نقول لك لأنها علاش لأنه من بعد تحققت هما كانوا مرشين تعلوا سبوت تعلق الغاز الغاز كانت فيه شوية طاقة طلعة طلعوا لهم السعر في السوق الحر طلعوا ثلاث مرات أكثر من كانوا قالوا لي حتى الإطارات ما أنا كنت ندخل كانت عندي علاقات معهم هذا الوقت قالوا لي بللي أنك أنت يردو صفالر غادي ما زال يزيد يطلع قلت لهم دوقت تشوفوا تشوفوا من بعد سنوات تشوفوا السعر بالنسبة للطاقة الجديدة وقلت لهم وحتى عندهم سعر ما خير نستثمر في الزراعة مثلا ندير عشر ملاير دولار نديرها في تحلية مياه البحر ونوجدها بعد خمسين سنة لا في الحين ونخدم فيها لأن إذا كان ندرنا مثلا عشر سقين ثلث ملاير خمس ملاير هيكتار تكلفنا تقريبا ربعين مليار دولار ولا تكلف وفتحها في الأخر الآن سنخدم ثلث ملاير الفرد ثلث ملاير الفرد والمداخيل يكونوا ونصدروا كثر من ثلثميات مليار دولار إذن اقتصاد الجزائري يصبح اقتصاد يمرجون يصبح اقتصاد قوي ويزيد ينطلق نديرها في المعامل وكل شيء نعيان نخدم مئة الف شخص إذا كان كثرت نخدم مئة الف شخص ونصدر في التنافسية هذا هو الشيء وقدرت لهم عن ديفيدي وعطيت لهم ديفيدي هذا وقدت لهم ها وشكين ها وشكين على كل كانت ساعدتني لحظ باش حبست كان احتجيت أنا للمعمل على الالومينيوم من تعبين يصف هذا المعمل هو نتيجة اللعبات على الغاز قال الغاز رخيص والالومينيوم يدي الغاز إلى آخره أنا قلت احتجيت وكنا درنا ملتقى بمساعدة سيد الوالي أنا ذاك سيبو دربالي اللي راه اليوم في ستيف ودرنا ملتقى يوم حول المياه والزراعة وعطاوني الكلمة وتكلمت ضد هذا المعمل وقلت لهم هذا يضيع الثروة الشمكية ويضيع كذا والأموال تقريبا كانت هذا الوقت مقوم بسعام من الوالي الدولار قلت لهم إلا نديرها في تحرية مياه البحر نسقيه من ناحة الولايات عبدالعباس ومعسكر كل هذا المنطقة هاشحال غادي إخراج الجزائر من أزمتها الحالية لا هو استراتيجيا حتى دوليا حتى دوليا لأن أنا سمعت ما تبعتش بالساحة سمعت باللي أوباما بيل كلينتون في مونتدا مونتنا قال لهم الجزائر هي اللي غادي تنتج 25% من الغذاء العالمي لأن حتى استراتيجيا أنا نعرفه باللي الغذاء أصبح ضروري للعالم والغذاء المضاد للأكساد لأن اليوم لازم توازن الوجبة الغذائية والمساحة أكبر مساحة موجودة في الجزائر أكبر مساحة في العالم قلنا أربعة أخماس هكتار هذا بالإضافة إلى الهضاب العليا والسهوب الهضاب العليا للحبوب واللحوم والنوعية والأعشاب قبل كنا في المغرب إخوان مغاربة اللي خدموا لزيسانس قلنا لهم وين وقال لك في بنيقيل قلنا لهم بنيقيل في جوار جزائر قلت لهم بساحة تستمر هذي كل نفس الأعشاب نفس المناخ يستمر حتى الشريعات تبسة شوف تقريبا القوة المغرب عندهم مغير في بنيقيل في الحدود الجزائرية هذه المساحات غير مستغلة في الجزائر وحنا تمشي حتى الحدود التونسية يعني في الشريعة إذن هذا أنا قلت حتى الجماعة الأوروبيين كنت سيافر إلى إيطاليا وقلت تلاقيت معه مسؤول كبير في فرنسا ومسؤول كنت لقيت معه دونز المغازين قال لي غاد ندير لكم معمل رونو في ورن قلت لسي رونو شو شو دوني نو لارجون بورو لاشري هم 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 سبعونا شو هم بارك الله وفق أستاذ سعد بختوي بشايد الأفاضل نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء لهذا اللقاء الخاص ونلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى إلى ذلك الحين دمتم في عائلة الله وحفظه وإلى اللقاء شكرا شكرا